لكن سينادي مش فقط الأستاذ قيسعيد رئيس الجمهورية كان انتقد تحركات المعارضة وخاصة هذه الأطراف اليوم اللي تدور في فلك مبادرتك مبادرة جبهة الخلاصة الوطنية أيضا الأستاذ زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب كان انتقد المبادرة هذية ويقول وأنه نجيب الشاب هو مكان السياسيين الفاشلين اللي تجاوزتهم الأحداث وكل ما يريده اليوم هو إعادة التموقع بالشكل الخاطئ وفي التوقيت الخاطئ ومع الأطراف والله اسمعت كلمة سي زهير المغزاوي على إذاعة تونسية خاصة وانا جايك الآن واستغربت مستغربت منه أنا قوله يا سي زهير نوليه شرفك يتموت كبار الحومة الحزب متاعكم والمجموعة لأسة حزبكم استثمرت في الأزمة التونسية وفي تزييف الديمقراطية من خلال لدو في عهد الرئيس بن علي رحمه الله وحزبكم كان مشارك في حكومة الترويكا لما وقعت إياه للشهيد محمد الإبرامي محمد الإبرامي والشهيد بالعيد وأنتم كنتم في حكومة سلفخفاخ مع النهضة أنتم اللي تستثمروا للوصول إلى المواقع أنا لو كان حاجتي بالنهضة رمشت لها وقتها رمشت بقتكم كانت ترجعني كانت ماذا بيها أنا كنت صايم حركة شعب حادث على خط الشهيد محمد الإبرامي بالنسبة ليك اليوم الشهيد محمد الإبرامي غادرها لأنه لم يعود يتحمل تواجهة أنا مش مش ندخل في الاعتبارات هذه نحب نقوله توليوا شرفة كيموتوا كبارات الحومة أنتم ناس جزء من الأزمة في العهد السابق قبل ثورة وجزء من الأزمة التونسية اللي شفناها في حكومة الترويكا وفي حكومة الفخفاخ إلى حد الآن فأنا في الحقيقة قبل ما نجيك تسألوني في الإذاعة الوطنية توقع نص ساعة على حركة الشعب وكنت إيجابي قلت لهم موقفهم كان مؤيد تمام الخمسة وعشرين جولي لأن أصبحوا على موقف نقدي نسبيا نصبر عليهم نهارة اللي يكونوا حاضرين بشحطوا يديهم مع الناس كل لإنقاذ تونس رأي دي ممدودة أما رأوا عيب أن يصدر مثل هذا الكلام اللي رأوا لا يفيد ولا يقلق ولا يزعج